القياس وكل ظاهرة اجتماعية ثابتة لو متغيرة اعزائي ها بلا اشكال في كل العلوم الحديثة والقديمة تقول ان الظواهر الاجتماعية ثابتة لو متغيرة ها متغيرة انا ما رد ادخل الان على البحث الديني اعزائي انتو انظروا الى الشعائر الحسينية اذهبوا الى مئة سنة قبل انظروا الشعائر الحسينية كيف كانت والان الشعائر الحسينية ماذا نفس الشكل له مختلف اعزائي اصلا توسعت اصلا هاي الظاهرة المباركة ظاهرة المشي في الاربعين اصلا هاي كان الها وجود قبل عشرين سنة مولانا كان الها وجود قبل خمسين سنة ابدا اصلا مع ان النصوص نفس النصوص اضيفت نصوص جديدة عندنا لا هذه صارت ظواهر هذه الظواهر كيف وجدت لماذا وجدت ذاك بحث اخر الان انا مو بصدده وان كانت بالامس انا ذكر لبعض الاعزاء مولانا اخيرا مولانا رسالة دكتوراه مولانا من التونس مكتوبة بهذا الاتجاه صناعة الذاكرة في التراث الشيعي الاثني عشري زيارة المراقد انموذجا مولانا وعجيب مولانا تحليل في ستمائة صفحة مولانا ان هذه الظاهرة كيف بدأت وجد وهي ظاهرة ماذا ظاهرة زيارات المراقد لأئمة الشيعة هذه الظاهرة كانت موجودة ما موجودة مستحدثة لماذا استحدثت لماذا ان الشيعة بدأوا يركزون على هذه هذه واقعا عفوية شعبية تنظيرية فلسفية كلامية هذه الشنو هي اصلا انا قلت بالامس قلت بيني وبين الله حوزاتنا مولانا بعدهم بالطهارة والنجاسة اللهم يبقيهم بالطهارة بالطهارة والنجاسة والاخرين دي يحللون ظواهرنا حتى يستطيعون ان يتعاملوا معنا لانه عندما يتعرفون علينا يستطيعون ماذا ان يعرفوا كيف يدخلوا الينا واحنا بيني وبين الله بعد سبعة وثلاثين عام من نظام الجمهورية الاسلامية عندك فالدراسة من هذا القبيل هذه اذهب الان الى ايران هسا اترك المولانا للعراق وغير العراق النجف ذيك في اعداد المادري كذا هذه حوزاتهم مولانا اكو دراسة من هذا القبيل ستمائة صفحة ها اها عزيزي انهماتين البارحة وصلنا للكتاب ستمائة وثمانية وثلاثين صفحة مولانا البارحة وصلنا للكتاب فقط وصلت اقرأ المقدمة مالتها خمسين صفحة والانسان واقعا يقع في حيرة هذول شون دي يفكرون شون دي يحللون ظواهرنا الاجتماعية والدينية والفكرية واحنا في ماذا في 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 موت يا ريت سبات السبات في النتيجة شنو ها اتقعدوا مولانا اذا نائم ولكن اذولا شنو مولانا ها في موت في موت سريري مولانا من الناحية الفكرية عليه الاحوال ولهذا قال امير المؤمنين سلام الله اعوذ بالله من سبات العقل عجيب هذا العبار العقل شي ضمولا يدخل في سبات يعني في موت شنو سريري الان العقل الحوزوي عندنا ماذا ها يعيش موت سريري اصلا مو بهالعالم ماذا يعلم على الاحوال خلونا اصلا ما ادري اجابني على هالقضية هاي يقولوا يا سيدنا لا تحتي اخيرا نحتي على الاحوال